موسيقى سلام الله عليكم ورحمته وبركاته نشرة الأخبار من السوديوهات سهيل والبداية بأبرز العنوين مصرع العشرات من ميليشيا إيران الحوثية بقصف مدفعي وجوي في عبس وحرض شمال محافظة حجة موسيقى ميليشيا الحوثي تواصل منع دخول شاحنات النفط إلى مناطق سيطرتها وسط تفاقم أزمة الوقود موسيقى إحياء اليوم الوطني للبن اليمني في تعز وافتتاح معرض لمنتجات المرأة في وادي حطرموت موسيقى تفاصيل الأنباية استهلها بسم الله الرحمن الرحيم سقط العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي بين قتيل وجريح في معارك مع قوات الجيش الوطني اليوم في محافظة حجة وقالت مصادر عسكرية بأن معارك عنيفة دارت بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي في عزرة بني حسن في مديرية عبس وفي جبهة حرض الشمال حجة تكبدت خلالها ميليشيا الحوثي خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد ووضحت المصادر بأن قوات الجيش ومساندة مقاتلات التحالف كسرت هجمات لميليشيا الانقلاب الحوثية وعلحقت بها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد إلى ذلك أعلن تحالف دعم الشرعية تنفيذ 17 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثية الانقلابية بمحافظتي حجة ومارب وقال التحالف إن الاستهدافات أسفرت عن تدمير 11 آلية عسكرية وخسائر بشرية في صفوف الميليشيا خلال الأربعة والعشرين الساعة الماضية وفي حجة أيضا أكد مصدر عسكري مصرع القيادي الحوثي قائد علي شائع خلال معارك مع قوات الجيش في مدينة حرض وينتحل القيادي الحوثي رتبة عميد وكان يعمل مدير أمن مديرية وشحة وعين مؤخرا وعين مؤخرا مشرفا لجبهة مستبا إلى ذلك أعلن التحالف العربي يوم أمس تنفيذ 15 عملية استهداف لميليشيا الحوثية في محافظة حجة خلال الأربعة والعشرين الساعة الماضية أسفرت عن تدمير آليات عسكرية وخسائر بشرية في صفوف الميليشيا أكد محافظ محافظة حجة لوركن عبد الكريم السنيني أن معركة استكمال التحرير استكمال تحرير ما تبقى من مديرية المحافظة تجري لإزاحة كافة المتاعب التي لحقت بالمواطنين جراء الانقلاب الحوثي وعشاد بأبطال المنطقة العسكرية الخامسة بقيادة اللواء يحيى صلاح ومساندة قوات التحالف العربي وقال محافظ حجة في تصريح لموقع الثورانت إن تحالف دعم الشرعية جسد التلاحم العربي وواحدية المصير في مواجهة خطر المد الفارسي على دول المنطقة وحيى المحافظ التفاعل الإيجابي لأبناء المحافظة في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي واستجابتهم للدعوات السابقة لهم بالحفاظ على أبنائهم من محارق الموت وجدد دعوته لمن تبقى من المخدوعين من أبناء المحافظة بأن يكونوا أكثر وعيا وأن لا تخدعهم شعارات الحوثي التي قبلت بالارتهان لملالي إيران ونظامها العنصرية أكدت اللجنة البرلمانية موقف مجلس النواب الدعم للمؤسسة العسكرية وأبطالها الذين يسطرون ملاحم بطولية خالدة ضد أعداء الوطن والشعب جاء ذلك خلال لقائها بعدد من مسؤولي هيئات ودوائر وزارة الدفاع ضمن برنامج زيارتها الميدانية للوقوف على الأوضاع الميدانية والقضايا المتعلقة بالجانب العسكري والأمني وقالت اللجنة البرلمانية إن زيارتها تأتي في إطار دور مجلس النواب وواجباتها الدستورية والرقابية في المرحلة المصيرية التي تعيشها اليمن والتي تتطلب توحيد الصف وتوجيه الإمكانات لخدمة المعركة ودعم ورعاية المقاتلين في كافة الجبهات واطلع أعضاء اللجنة من رؤساء الهيئات ومدراء الدوائر على الجهود المبذولة في عملية بناء المؤسسة العسكرية وخوض المعركة الوطنية ضد ميليشيا إيران الحوثية المدعومة من إيران وكذا العوائق التي تقف أمام عمل الهيئات والدوائر وسبول تجاوزها والارتقاء بالعمل ليتواكب مع متطلبات المعركة الوجودية ضد المشروع الحوثي الإيراني العابر للحدود جددت الحكومة مطالبتها للمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالضغط على ميليشيا الحوثية لوقف استخدام الأسرى والمختطفين دروعا بشرية وتنفيذ اتفاق السويد بشأن تبادلهم على قاعدة الكل مقابل الكل وحمل وزير الإعلام معمر الإيراني ميليشيا الحوثية الإرهابية المسؤولية الكاملة عن سلامة آلاف المختطفين من السياسيين والإعلاميين والصحفيين والناشطين والمواطنين المخفيين قسرا فيما يعرف بمعتقل مجمع الصالح شرق مدينة التعز بعد انفجار مخزن للسلاح والذخيرة في أحد بودرومات المجمع توصل ميليشيا إيراني الحوثية منع دخول شاحنات الوقود إلى مناطق سيطرتها وسط أزمة خانقة للوقود وشهد الطوابير طويلة في صنعاء وفي عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثية جراء عدم مادة الوقود ورفض ميليشيا الحوثية دخول الكميات وارتفعت أسعار المواد الأساسية في مناطق سيطرة الحوثية جراء استمرار عدم المشتقات النفطية اعترف مجرم الحرب محمد علي الحوثي بافتعال تنظيمه الإرهابي لأزمة الوقود التي بلغت مستوى غير مسبوق في مناطق النفوذ الحوثي المسلح أخيرا حصحص الحق ميليشيا إيران الحوثية تعترف بزيف ادعاءاتها السابقة ومزاعمها عن الحصار من قبل الشرعية والتحالف على مناطق سيطرتها كثيرا ما ذرفت الميليشيا دموع التماسيح على حائط المبكى وهي تتحدث زورا باسم الإنسانية الكذوب ومعاناة اليمنيين وها هو المدعو محمد علي الحوثي يقر بعد طول إنكار بكون أزمة الوقود حوثية بحتة يقر الاعتراف أيضا بوجود شاحنات المشتقات النفطية لكن صراعا بين نافذين حوثيين يحول دون دخولها إلى صنعاء ومناطق احتلال التنظيم الإرهابي وبينما تبلغ أزمة الوقود مبلغا غير مسبوق في صنعاء حيث يمتد الطابور الأطول في تاريخ الأزمات الحوثية تواصل الميليشيا الإيرانية احتجاز مئات الناقلات على مداخل المدن والطرق البرية الاعتراف الحوثي يؤكد بشكل قاطع عدم وجود أي يد للتحالف والشرعية في الأزمة الإنسانية وأن الحوثيين هم من يمارسون الحصار والعدوان على السكان ولم تتوقف مأرب يوما واحدا عن إمدادات السوق المحلية في مناطق احتلال ميليشيا إيران بالغاز والمشتقات النفطية بالسعر الرسمي والكميات التي تغطي محافظات السيطرة الحوثية لكن الميليشيا الحوثية تحضر على ناقلات الوقود الدخول إلى صنعاء بغية رفع حجم الطلب في السوق ومن ثم استثمار الأزمة في بيع الوقود التجاري الخاص بشركات الحرب بأسعار شاقة وتهدف الميليشيا أيضا إلى إصال الوضع لأعلى حد من المأساوية على أمل أن يتدخل المجتمع الدولي للضغط على شرعية بالسماح لسفن النفط الإيراني المستورد من دخول ميناء الحديدة وفي ميناء الحديدة ما زالت الميليشيا تحتجز حمولات السفن النفطية التي سمحت الحكومة بدخولها أواخر فبراير المنصر وبعيدا عن الاستثمار السياسي والتجاري لأزمة الوقود ثم تعامل نفسي هو الأهم حيث الشقاء الإنساني للشعب اليمني وهو المصدر الوحيد لسعادة الحوثيين أكد نائب رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الاتحاد الأوروبي السفير كاريل مواصلة الاتحاد دعمه لإحلال السلام في اليمن وتقديم المزيد من الدعم في الجانب الإنساني جاء ذلك خلال لقائه يوم أمس مع رئيس بعثة اليمن لدي الاتحاد الأوروبي السفير محمد طه مصطفى لبحث المستجدات في بلادنا وأشار إلى استمرار تعنت الميليشيا الحوثية الإرهابية في حربها على الشعب اليمني وعلى التجاوب مع كل الحلول التي اضطرحت والتي وافقت عليها الحكومة وأعرب عن شكره لدعم الاتحاد الأوروبي بشأن إيجاد حل سلمي في اليمن بما يتوافق مع المرجعية الثلاث التي تضمنها بيان اتماع وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي خلال لقائهم في بروكسل الشهر المنصر تشهد محافظة إب فوضى عارمة وانفلاتا أمنيا غير مسبوق زادت معه معدل الجرائم اليومية التي تقف خلفها عصابات على ارتباط وثيق بقيادات الميليشيا الحوثية أفادت تقارير محلية بأن ميليشيا الحوثي الإرهابية حولت محافظة إب إلى مرتع لآلاف الانتهاكات والجرائم شمل بعضها القتل والسرقة والسطو المسلح والاختطاف والتعذيب ونهب ومصادرة الممتلكة وذكرت التقارير أن منسوب الجرائم التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية ارتفعت في محافظة إب إلى أضعاف ما كان عليه في السابق إذ سعت الميليشيات جاهدة منذ انقلابها إلى إحداث فوضى أمنية واجتماعية عارمة وفي السياق أحصى تقرير حقوقي محلي حديث وقوع أكثر من ثلاثة آلاف واربعمائة وتسعة عشر جريمة وانتهاك ارتكبتها الميليشيات الحوثية في محافظة إب خلال العامين الماضيين وشكا سكان محافظة إب من الانتشار المخيف للجريمة بمختلف أنواعها ومن تعدد جرائم القتل والسلب والسرقات بمناطقهم بطريقة غير معهودة وذكر الأهالي أن الميليشيات الحوثية تواصل منذ انقلابها واكتياحها المحافظة تسخير كل جهودها في استكمال مخطط حوثنة ما تبقى من المناصب القيادية وما دونها بكافة مؤسسات الدولة في محافظة إب وأوضحوا أن المساعي الحوثية لا تزال متواصلة في تحويل المحافظة وجميع مؤسساتها إلى مراكز جباية ونهب الأموال وتعيين قادة الميليشيات القادمين من صنعاء وعمران وصعدة في مناصب لمكاتب أمنية وإيرادية وعلى صعيد الجرائم الجنائية كشف تقرير محلي حديث أن المحافظة شهدت خلال الشهرين الماضيين وقوع أكثر من خمسمائة وثمانين جريمة متنوعة أغلبها قيدت ضد مجهولين ومنذ سيطرة الميليشيات الحوثية على المحافظة زادت معدلات الجريمة بشكل يومي بالتزامن مع انتهاكات واسعة للحقوق والحريات وعمليات سطم ونهب لممتلكات المواطنين بعموم مديريات المحافظة أكد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي على ضرورة إيفاء الدول المتقدمة بتعهداتها في اتفاقية باريس للتغيير المناخي ومساعدة الدول النامية لأسيما التي تعيش مرحلة الصراع أو ما بعد الصراع لتحقيق أجندة التنمية المستدامة والحد من آثار ظاهرة التغيير المناخي وتوفير بيئة صحية ملائمة للبشرية واستعرض السفير عبدالله السعدي في بيان المجموعة العربية أمام الاجتماع التشاوري للجمعية العامة للأمم المتحدة استعرض أهم التحديات المناخية التي تواجهها المنطقة العربية كالجفاف والتصحر وتناقص التنوع البيلوجي والسبول مواجهتها ونوه البيان العربي بالمبادرات والمقترحات الواردة في تقرير الأمين العام لضمان حياة أفضل للأجيال الحالية ومستقبل أفضل للأجيال القادمة وطلب البيان العربي لمجتمع الدولي بالتعاون بشكل أكبر ودعم الدول الفقيرة لمواجهة التحديات الناشئة كفايروس كورونا وتسهيل وصول الدول النامية إلى التكنولوجيا الصحية اللازمة لصداعة اللقاحات والأدوية أعلنت الأمم المتحدة شطبة اسم محافظ محافظة البيضاء الأسبق نايف القيسي من قائمة الجزاءات بعد خمس سنوات من إدراجه فيها وقال موقع الأمم المتحدة يوم أمس الأول إن لجنة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش والقاعدة بمجلس الأمن أزالت اسم نائف صالح سالم القيسي من قائمة الجزاءات إضافة إلى شخص آخر يحمل الجنسية الأردنية وأشار موقع الأمم المتحدة إلى أن تجميد الأصول وحظر السفر وحظر توريد الأسلحة المنصوص عليه في قرار المجلس بشأن القاعدة وداعش المعتمد بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لم يعد ينطبق على الأسماء الواردة شهدت مدينة تعز مهرجان إحياء اليوم الوطني للبن اليمني بمشاركة واسعة من قبل مزارعي البن وتجاره وبحضور العديد من الجهات المهتمة بإعادة زراعة هذه الشجرة التي كانت رمزا لليمن ومصدرا رئيسا للدخل تذوق للبن اليمني الأصيل بمهرجان اليوم الوطني للبن بنسخته الرابعة الذي احتضنته مدينة تعز بمشاركة من العديد من منتجي البن وتجاره الذين عرضوا عينات من أنواعه التي تزرع في تعز ذات الجودة العالية والمذاق المتميز بدأت مشروعي الصغير بتجارة البن حيث نقوم بشراء البن من أبناء قريتنا ونقوم بتجهيزه وفصل البذرة عن القشرة وإعداده تحميصه بطريقة معينة وتعليبه وبيعه للجمهور حاليا معنا أكثر من منتج هناك البن البرعي وهناك البن الحمادي وهناك البن العديني وهناك البن المتخزم وهناك البن التفاعي طبعا نحن في عزلة طالق المسرق نزرع نوعنا ثلاثة أنواع من البن اللي هو البن التفاعي وهو المزروع في شكل واسع في المنطقة ومنتشر بشكل واسع والنوع الثاني هو البرعي وسميه برعي نسبة إلى أنه يعود نسبته إلى برع ومعنا النوع الثالث هو المتخزم وهو نسبة إلى الشقرة حقه أنها صغيرة الحق يتراوح طولها ما بين 80 إلى 100 إلى 150 سيتبع المهرجان توزيع لآلاف الشتلات على المزارعيون إسهاما في إعادة هذه الشقرة إلى سابق عهدها كونها من المحاصيل النقدية التي كانت اليمن مصدر رئيسيا لها وخاصة محافظة تعز زراعة وتصديرا من ميناء المخاء بنستهدف بالشتلات ناس مزارعين بحفلة الإشهار بنوزع بشكل رمزي ما يقارب 300 إلى 400 شتلة للحضور المهتمين في البن ومقالات البن بعدين بنكون التوزيع المتبقي للشتلات بحفلة الإشهار إن شاء الله لمزارعين لكي يستمر وكتدشين لزراعة البن في منطقة الطالوق والمسراخ وتوسع زراعة البن في المنطقة بشكل عام البن هو قذرنا هو ملامح تعز خاصة بني حماد عندما تغوص في تفاصيل البن ستجد أن موكا والذي اشتهر عالميا اعتمد على صنفين بني حماد وبن العدين وهما أساس هذا البن أساس ما صدر وما عرف عن بن اليمن ذهب يزرع وينتج بجودة ومذاق أبهر العالم وتربع على عرش الطلبات لفترة ليست بالقصيرة هناك اليوم من يعمل على استعادة هذه الثروة لليمن ولليمنيين تصبح مصدر دخل كبير للبلد وللمواطن على السواء قالت المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال إن مناطق سيطرة ميليشيا الحوثية تشهد انتشار سلالتين لفايروس شلل الأطفال من النوع الأول والثاني وأوضحت أن كلتا السلالتين تظهر في مجموعات ذات مناعة منخفضة ويمكن أن يؤدي كلاهما إلى شلل مدى الحياة وحتى الموت وذكرت المبادرة أنه منذ العام 2019 أصيب 35 طفلا بالشلل من النوع الأول بالإضافة إلى حالات أخرى من النوع الثاني وحتى المبادرة العالمية ميليشيا الحوثية على إجراء حملات تطعيم عالية الجودة من منزل إلى منزل لوقف تفشي المرضين المتزامنين في أسرع وقت ممكن وتعهد شركاء المبادرة العالمية للقضاء على شلل الأطفال بتقديم الدعم لجميع أصحاب المصلحة في اليمن للاستجابة لتفشي شلل الأطفال مما في ذلك إجراء الحملات التي يمكن أن تصل إلى جميع الأطفال المعرضين للخطر انطلقت في العاصمة المؤقتة عدن اليوم الجولة الثالثة للتحصين ضد فيروس الكزاز الولدي والتي تنفذها وزارة الصحة العامة والسكان بدعم من منظمة اليونسيف وقال مدير عامل برنامج الوطني للتحصين بالوزارة يوسف أحمد قال لوكالة سبأ إن الحملة ستستمر حتى العاشر من الشهر الجاري لاستهداف أكثر من أربعة آلاف امرأة من سن الخامس عشر وحتى التاسعة والأربعين في محافظات عدن ولحج وأبيان وشبوة والمكلة وسقطرة والمعرى بدأت الإدارة العامة لصحة الموانئ والمحاجر الصحية بوزارة الصحية تكفيف جهودها في تأهيل ومتابعة العاملين الصحيين خاصة في منفذ الشحن ونشطون بمحافظة المهرى بهدف تطوير خبراتهم الميدانية تفعيل نظام المراقبة الصحية في المنافذ الحدودية للبلاد مهمة قصوى في هذه المرحلة الحرجة بالتزامن مع إعادة ترتيب العالم للإجراءات الصحية لمواجهة وباء كورونا مسؤولية دفعت وزارة الصحة والسكان لإعادة تفعيل دور الإدارة العامة لصحة الموانئ والمحاجر الصحية لمتابعة وتاهيل العاملين الصحيين في المنافذ الحدودية بجميع المحافظات هذه الدورة تأتي تزامنا مع توجه العالم اليوم حسب اللواعي الصحية الدولية إلى عادة ترتيبها بالنسبة للجراءات الصحية في المنافذ الحدودية فنحن الآن على صدد إنشاء مقترح نظام المراقبة الصحية في المنافذ الحدودية إدارة صحة الموانئة الآن مهتمة بعمل نظام مراقبة الصحية لكل ما يدخل الجمهورة اليمنية سواء بالإنسان بدرجة أساسية أو القذاء أو الحيوانات ولكن بدرجة بالتنسغم على جهة ذات العلاقة هذه الدورة اليوم تركز على تأهيل الكادر وهي بداية النواع لغامة عدد من الورش وسلسل من الدورات مستقبلا تغب عن ذلك الاهتمام الصحي بعد أن أقرت الوزارة إقامة دورات تدريبية لكوادرها العاملة في منفذ شحن ونشطون وصرفيت بما يتوافق مع اللوائح الصحية تأتي الدورة هذه الاكتساب العاملين في المنافذ كثير من الأساسيات العمل قصية في نظام اللوائح الصحية نحن هذه الدورة انتظرناها كثيرا من أجل رفض العاملين بالمعلومة الصحيحة في الجراءات التي تم حول الدخول أو الخلوج في المنافذ الصحية أو التعامل مع أي حالات مرضية في الأخير أنا أقدم التحية والشكر لجميع العاملين الصحيين الذين يشتغلوا معنا قرابة أكثر من عامين منذ بداية جائحة كورونا الذين أبدوا بلاء حسنا وقدموا أرواحهم للتصدي لهذا المرض اكسابوا العاملين المزيد من الخبرات بكيفية التعامل مع المواطنين أو الحالات المرضية في المنافذ خطوة إيجابية ولو كانت متأخرة لضمان عدم دخول الأوبية والأمراض للبلاد أحمد الحرازي لقناة سهائل محافظة المهرة ضبط رجال الأمن بمحافظة المهرة متهما باختطاف طفل يبلغ من العمر عشر سنوات والاعتداء عليه في إحدى البنايات المهجورة في مدينة الغيظة عاصمة المحافظة وفد مصدر أمني أن إدارة البحث الجنائي تلقت بلاغا يفيد باختفاء أحد الأطفال مساء الخميس الماضي بعد خروجه من محل شقيقه في مدينة الغيظة وأن أفراد البحث الجنائي باشروا عملية البحث والتحري عن الطفل وتم العثور عليه في إحدى أحياء مدينة الغيظة بعد تعرضه للاختطاف والاعتداء من قبل الأشخاص حيث تم نقل الطفل إلى المستشفى لمعاينته وتسليمه لأهله وأضاف المصدر الأمني بأنه بعد ضبط الجاني المتورط في القضية تم فتح محاضر جمع الاستدلالات في مواجهته حيث أقر المتهم بجريمته مشيرا إلى أنه تم التحفظ على الجاني حتى استكمال الإجراءات وتحويله إلى النيابة الجزائية المتخصصة افتتح بمدينة سيئون المعرض الثالث لمنتجات المرأة بوادي حضر موت تزامنا مع فعاليات يوم المرأة الثامن من مارس واليوم العالمي لعيد الأم الحادي والعشرين من مارس نتابع أكثر من ثمانون امرأة من ذوي الدخل المحدود من مختلف مناطق وادي حضر موت يعرضن منتجاتهن المحلية والمشغولات اليدوية لإبراز دور المرأة ودعمها اقتصاديا من أجل الحصول على لقمة العيش لتعول بها أسرتها وتلبي احتياجاتها المعرض التي شاركت فيها أكثر من ثمانين امرأة من ذوي الدخل المحدود أي أننا نحن اليوم نساهم في مساندة المرأة في واقع الميتمع ولا سيما إعالة الأسرة اليوم من خلال المرأة التي شاركت اليوم في هذا المعرض الترويجي الثالث الذي جعلنا له شعار كوني جوهرة تنوعت أجنيحة المعرض الترويجي بين المعجنات والملابس والعطور والبخور والهدايا المختلفة وهو ما يؤكد على امتلاك المرأة اليمنية العديد من القدرات والمواهب التي تمكنها من سوق العمل ويأتي هذا المعرض تزامنا مع اليوم العالمي للأم المعرض ساعد المرأة على عرض منتقاتها وتشقيعها على العمل والاعتماد على نفسها في أن تقدر أن تتحمل أسرتها وتتحمل تكاليف المعيشة التي أصبحت صعبة في هذا الوقت الحاضر مع ارتفاع سعار العملة وارتفاع الأسعار فأني أشقع كل مرأة أن تبحث عن عمل مستقل تثبت نفسها وتثبت شخصيتها تمكيل المرأة اقتصاديا وهو إعطائها مساحة واسعة للتعبير عن قدراتها وتوفير لها الإمكانيات التي تجعلها قادرة على تجاوز الصعوبات والعراقيل التي تقف أمام ممارسة هواياتها المتنوعة حقيقة هذه المعارض تخدم المرأة بشكل كبير كونها تدعم المرأة في الجانب الاقتصادي في ظل الأوضاع التي تعيشها البلد واهتمام الشؤون الاجتماعية في هذا الجانب له أثر كبير في المجتمع فيعطي فرصة للمرأة الحضرمية أنها تشارك بمنتجاتها فكثير من النساء ما هي منخرطة في العمل الحكومي ولكن هذا يفتح لها باب رزق أن تظهر مواهبها وأن تعزز مع أسرتها ويعزز الجانب المادي لدخل الأسرة المعرض جاء تحت شعار كوني جوهرة فالمرأة من خلال منتوجاتها المحلية وامتلاكها الأفكار المختلفة قادرة على تطوير مهاراتها وقدراتها وهو سيساعدها على تحسين دخلها ومعيشة أفرادها وسيفتح لها المجال لتحقيق مشاريع أكبر فهم بارمادي قناة سهيل سيئون حصل المحامي والسياسي أحمد حالة على درجة الدكتوراه بامتياز في رسالته الموسومة بتسوية النزاعات التجارية بالتحكيم الدولي في الفقه الإسلامي والقانون دراسة مقارنة وتناولت الدراسة أربعة فصول تحدثت عن التحكيم الدولي وأنواعه وأساسه وخصائصه في الفقه والقانون والاتفاقيات الدولية وتوصلت الرسالة إلى عدد من النتائج والتوصيات أهمها أن الشريعة الإسلامية سبقت القوانين الوضعية في كثير من القواعد التحكيمية لحل النزاعات وعوصت الرسالة بضرورة إنشاء نظام قضائي دولي يختص بتنفيذ أحكام التحكيم وإعادة النظر في بعض التشريعات الوطنية بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية وقواعد العمل والإنصاف لتجنب تنازع القوانين تناولت في هذه الرسالة تعريف التحكيم وأنواعه وأساسه في الفقه والقانون وتميزه عن سائر المنازعات وأدلة مشروعيتي من الكتاب والسنة ومعا بين الحكم الشرعي للتحكيم وخصائصه مميزاته وشروطه وأركانه وأنواعه كان ذلك الفصل أول منه ثم خط في الطبيعة القانونية والتجارية لإتفاق التحكيم في الفقه والقانون مبينا صور ومعاير إتفاق التحكيم في الفقه والقانون وانتفاقية الدولية ومفهوم نزاعات التجارية الدولية ودور مراكز التحكيم الدولية في تسوية نزاعات تجارية الدولية كما ناقشت حجية حكم التحكيم بعد صدوره وسبع تنفيذه ولوزومه في شريعة الإسلامية والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية وأوضحت فيها أوجه الطعن في أحكام التحكيم وطبيعات قانونية لطعن التشريعات الوطنية المقارنة أو المقارنة واتفاقيات الدولية لهذه الأحكام واختتمت الرسالة بالنتائج والتوصيات وسوف تلاحظون الأساتذة الكرام بأني توسعت في موضوع الرسالة وأخذت موضوع التحكيم ابتداء وانتهاء بجميع تفاصيله راجم الله أن يتقبل ذلك في ميزان حسناتنا جميعا وصلى الله وسلم على سلمنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد مناغشة الرسالة وبناء على موقف الطالب أثنائها قررت اللجنة منحه درجة التخصص العليا الدكتوراه في اختصاص القانون والفخة المقارن تخصص القانون الخاص بتغدير ممتاز النشرة انتهت وهذا تذكير بأهم عنوينها مصرع العشرات من ميليشيا إيران الحوثية بقصف مدفعي وجوي في عبس وحرض شمال محافظة حجة ميليشيا الحوثية تواصل منع دخول شاحنات النفط إلى مناطق سيطرتها وسط تفاقم أزمة الوقود إحياء اليوم الوطني للبن اليمني في تعز وافتتاح معرض لمنتجات المرأة في وادي حطر موت في ختام النشرة لكم مني أطيب المنا تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل في رعاية الله